هذا البرنامج برعاية مصرف الصفا خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول برنامج تمويل الخدمات الصحية تاج من مصرف الصفا لتمويل العلاج والخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية أو زراعة الأسنان أو زراعة أطفال الأنابيب البرنامج الأول من نوعه في فلسطين وعلى الأصول هذا البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تمويل يصل لغاية 100% فترة سداد تصل لغاية 72 شهر والسداد بأقصاط شهرية متطلبات هذا التمويل كفيل براتب محول أو بضمان آخر مقبول للمصرف مصرف الصفا خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول مساء الخير مشاهدين العزاء والأسالة فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا اليوم قبل من بلش حلقتنا وموضوعنا لليوم اسمحوا لي وكالعادي أني أستوقف عن موضوع مهم جدا وأعتقد أنه أصبحت مواضيعنا اللي بنقشها في مقدمة وبداية حلقاتنا من المواضيع المهم جدا واللي أصبح قد يتداول الحديث فيها في القطاع الصحي وفي القطاع الشعبي اليوم رح أحكي عن موضوع التبرع بالأعضاء التبرع بالأعضاء هو شيء جميل جدا والعالم كله اليوم قطع شرط كبير جدا في هذا المجال وإحنا كمان في فلسطين بلشنا نروج لهذه الفكرة اللي هي فكرة إنسانية بحتي ورائعة جدا اللي بتعطي وتسمح لأنه إنسان أن يستفيد من أعضاء إنسان آخر قد يكون متوفي وهذا شيء يحسب في علم أو في علم الطب أو في التطور الطبي والصحي في أي مجتمع دائما بقول ودائما إحنا كنا عارفين بأنه أي مجتمع يعتمد على حجرين أساس في أي مجتمع الصحة والتعليم التعليم والحمد لله يعني في تطور والصحة والحمد لله برضو في تطور ولكن هل يكفي ما وصلنا له؟ هل يكفي ما إحنا أنجزنا؟ وخصوصا في موضوع زراعة الأعضاء اليوم لما بنقول عن زراعة الأعضاء إحنا بنقول بأنه هذا هو الطب الحديث هذا هو لأنه هو يعتبر من الجراحات الدقيقة جدا واللي بتحتاج لخبراء وتحتاج لأيدي مهرة وتحتاج كذلك لكوادر طبية ذو كفاءة عالية طيب يا ترى يا دكتور أشرف هل الكفاءات هاي موجودة عندنا؟ أنا طبعا بديش أسأل نفسي بقدر ما بدي أسأل عن المسؤولين عن هذا الموضوع في فلسطين وأقول لهم إحنا الخدمات الطبية المقدمة في الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات الخاصة شيء جميل يعني بنولد وبنعمل الزايدة وبنعمل القسطرة والحمد لله يعني شيء جميل جدا ولكن إحنا اليوم وين من القفزة العلمية الكبيرة جدا في زراعة الأعضاء هل إحنا جاهزين فعلا أنه إحنا يكون عندنا زراعة أعضاء؟ هل إحنا من الممكن فعلا أنه يكون في عندنا طواقم طبية تستطيع أنها تقوم بهذا الموضوع؟ طبعا أنا أجزم بأنه إحنا كوادرنا الطبية موجودة إن لم تكن في الوطن فهي في الخارج ويمكن استقدامها ويمكن البدء على هذا العمل ولكن الموضوع مش بهالبساطة ولا بهالصغر إحنا في مجمع فلسطين الطبي يعني بنعمل زراعة كلا وتم زراعة حوالي 300 حالة كلا من بداية ما بلش الطاقم اللي بيجي من برة يعمل زراعة الكلا ولكن أنا عندي سؤال واستفسار صغير جدا خمس سنين إننا إحنا بنستعين بطاقم طبي من خارج البلاد وعندنا كفاءات وأصبح اليوم بيقدروا يعملوا هاي العمليات في مستشفياتنا يا ترى ليش لحد الآن ما بيقوموا همي بنفسهم بإجراها العمليات ليش همي لحد الآن خمس سنين وإحنا زراعة الكلا اللي يعتبر كيف لما نحكي بكرة على زراعة الكبد كيف لما بنحكي عن زراعة القلب كيف لما بنحكي عن زراعات مختلفة وهو يعتبر اليوم زراعة الكلا من الأشياء اللي أصبحت بدش أقول بسيطة ولكن يمكن إجراءها في العديد من المستشفيات والعديد من الأماكن والبلدان حتى البلدان العالم الثالث فسؤالي متى سنصل إلى هذا القفزة في الطب؟ متى؟ إيش عملنا؟ إحنا كقائمين على والقائمين طبعا على رسم السياسات الصحية في فلسطين شو عملونا عملوا لهذا الشعب من أجل أنه بعد ناشو نقول اليوم؟ بعد خمس سنين بعد خمس سنين شو عملونا؟ أنه إحنا فعلا نستطيع أن نقول أنه إحنا في عنا فعلا زراعة أعضاء زراعة الأعضاء تنقذ أرواح بشر زراعة الأعضاء تنقذ عائلات بأكملها تنقذ إنسان قد يكون فعلا قد يستفيد من الأعضاء اللي ممكن حدا يتبرع فيها بس يا ترى لما الإنسان بدي يتبرع بجزء منه والبلد مش جاهزة لهيك موضوع يا ترى شو بدنا نعمل؟ إحنا بس بدنا نروج للفكرة فقط ولا فعلا بدنا نشطل عليها؟ عشان هيك بقول وأكبر مثل على هذا أنه إحنا في زراعة تلكيلة عملنا 300 حالي وللأسف كله طواقم من بره لحد الآن أنا لم مش عارف على أي جواب ليش لحد الآن طواقمنا الطبية الموجودة يعني مش عم تسلم حالات مع أنه هم عندهم إمكانيات لعمل هذا النوع من الزراعات وعندهم إمكانيات كبيرة جدا لأنه هم يتابعوا الحالات فيما بعد ولكن السؤال المطروح على الطاولة الآن مش أنا أبدأ جاوب عنه أصحاب القرار يا ترى ليش لحد الآن ما في قرار فعلي بأنه هدول الناس هم يستلموا الحالات وهم يعملوا العمليات وعلى فكر هم يبعون العمليات ولكن للأسف في طواقم إلى الآن تيجي من بره ما بعرف يعني ممكن نستفيد منهم الطواقم هاي في أشياء تاني نجيب طواقم تعلمنا زراعة الكبد إحنا بحاجة لزراعة الكبد إحنا كل سنة بتم تحويل عدد كبير جدا من المرضى إلى بلدان المجاورة ومستشفيات بره البلاد وللآن ما فيش أي نوع من خلينا نحكي من الترتيب بناشي نقول بكرة بنا نعمل الترتيب بعد سنتين بعد ثلاثة ما مش مشكلة مهم يكون في رؤية عند أصحاب القرار رؤية طبعا إحنا القطاع الصحي إحنا بنتغنى فيه وما بدنا نظلنا بس نقول إنه إحنا بنعمل واللي بنعمله هو شيء طبيعي جدا وبديهي جدا في كل العالم يعني حتى في الصومال بجوز بيعملوا كمان خدمات طبية كويسة إحنا يجب إنه إحنا نبلش نرسم سياسات صحية صحيحة يجب إنه إحنا نفكر بإنه إحنا محاطين بدول متطورة طبيا إذا بنوثق علاقة المريض مريضنا مع مؤسساتنا مع طبائنا يجب أن يكون هناك منظور مختلف لصحة مختلفة لا يكفي إنه المريض نعمله وحد يتولد وحد يتعمل الزايدة وحد بده يطاهر يعني ما فهوم هذا في كل العالم بيعملوه الطب اليوم قفز قفزات كبيرة محيطنا حولينا الدول اللي بنتطلع على الدول اللي حولينا ومن حق المواطن أنا يتسأل ليش يعني ليش إحنا ما عنا سات الرئيس كل الدعم للقطاع الصحي سات الرئيس بقول دائما إحنا مع تطوير القطاع الصحي يا جماعة بكف أنا سرنا حكين أكثر من مرة بهذه المواضيع يجب إنه إحنا يكون في عنا سياسة صحية عليا ناس تستطيع إنها تغير فعلا وتعطي رؤية جديدة لفكر صحي سليم الصحة مجانا مجانا ما اختلفناش ولكن زي ما بقول دائما هاي مش مني من حدا ما حدا يمن على الناس بأنه هاي مجانا الصحة لأنه هذا حق الشعب يكتسبوا وأكد على هذا المكسب سيادة الرئيس محمود عباس فما بناش نظرنا نقول للناس إحنا بنعالجكم مجانا هذا ما حدا بيعطي الناس ولا حدا بيطلع من جيبته وبيعطي الناس عشان يعالجها لا هذا مكسب كسبوا هذا الشعب من خلال قرارات اتخذت عبر سنين وعبر قادة الراحل أبو عمار سيادة الرئيس أطلع عمره محمود عباس فخلينا نطلع من هاي الزاوية ونروح نفكر بإيش شو إحنا لما أكون أنا صاحب قرار صاحب قرار في وزارة أو في مؤسسة أو في مستشفى خاص شو بدي أقدم لهذا الشعب شو بدي أجيب خدمة طبية نوعية شو بدي أنا أخلي الناس يستفيد أنا بحكي حتى على القطاع الخاص القطاع الخاص تغنى كثيرا فيه ومستشفيات كبيرة بأنه إحنا بدنا نعمل خدمة طبية جديدة للأسف ولا حدا يدر أنه يخطو باتجاه فعلا خدمات طبية مميزة غير الفندقة طبعا أبحكي على خدمات طبية مميزة اللي إحنا نستفيد منها ومريضنا ما يحتاج أنه يطلع بره البلد ما يحتاج أنه يطلع لأي مكان تاني بالعكس عندنا كوادر طبية يعني متطلعوا الأوروبا ملياني أطباء فلسطينيين وأمريكا وكل العالم موجودين ليش ما بنستعين فيهم عشان هيك وبدون زعل وبدون شخصنة الأمور عشان ما حدش يقوله دكتور أشرف بيهاجم أي طرف لا أنا بإسمي وبإسم كل الناس بطالب بس مطلب صغير جدا أنه إحنا نقدم خدمة طبية أفضل ونقدم خدمة طبية متطورة أكثر ونقدم ما هو جديد في عالم الطب عشان مريضنا ما يتبهدل وما يضطر يستنى تحويلي على أي بلد خارج فلسطين والفاتورة ترتفع للمستشفيات خارج الوطن إحنا بإمكاننا كل هذا نعمله ولكن إحنا بحاجة لرؤية وإحنا بحاجة لتخطيط مش نقول بنا نعمل زراعة كبد بكرة الصباح نقول آه بل لاش نعمل زراعة كبد في المستشفى الإفلاني لا بنا نحط خطة أربع سنين فلتكور خمس سنين يا سيدي نجحز كوادر نجحز ناس نرفع وعي المجتمع عنا شو عن فايدة ومدار زراعة الأعضاء عشان نهيئ الوضع الصحي والشعبي لهذا النوع من الجراحات أتمنى أن يكون رسالتي واضحة وصريحة لكل المعنيين والمسؤولين واللي بتمنى أنهم يخذوها بعين الجد وأنا ما بحكي شيء شخصي إطلاقاً لأنه أنا ما في إلي لأنا ولا الطاقم اللي بيشتغل معي أي مكسب شخصي من هذا الموضوع بقدر ما إحنا بنعبر عن ما يدور من أحاديث في كل مكان في كل مكان بين كل الناس بتمنى الصحة والسلام إلى الجميع وبتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل أجد ولأن القلب هو أهم جزء عند الإنسان ولأن القلب هو الحياة وروح الحياة عند الإنسان يبقى موضوعنا اليوم رح نحكي عن سلوكياتنا إحنا شو بنعمل سلوكياتنا اليومية وكيف تؤثر على صحة القلب خلونا نطلع نشوف تقرير حول موضوع حلقة اليوم ونعود ونستقبل ضيفنا العزيز يقع القلب في الجهة اليسرى من منطقة الصدر ووظيفته وضخ الدم المشبع بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم بواسطة الشريين وعودة الدم للقلب بواسطة الأوردة يقسم القلب من الداخل إلى أربع خجرات إثنتان علويتان وتسمى كل منهما الأذين وهي مكان لتجمع الدم والسفليتان تسمى الواحدة منهما البطين وتستقبل الدم من الأذين لتضخه إلى الجسم والرئتين وتفصل بين حجرات القلب الأربع ثم مات ووظيفتها تنظيم حركة الدم تبدأ الدورة الدموية من الجهة اليمنى من القلب حيث يدخل الدم المحامل بثاني أكسيد الكربون إلى الأذين الأيمن ثم إلى البطين الأيمن والأذين بدوره يقوم بضخه إلى الرئتين ليتشبع بالأكسوجين وبعد أن يتشبع بالأكسوجين يعود الدم إلى القلب ليدخل إليه عن طريق الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيمن والأذين يقوم بضخ الدم والمواد الغذائية بواسطة الشريان الأورطي إلى جميع أنحاء الجسم في الجهة اليمنى من القلب يسمح الصمام الثلاثي الذي يفصل بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن بدخول الدم إلى البطين ويمنع عودته إلى الأذين الأيمن وبواسطة الصمام الرئوي يدخل الدم للرئة ليشبع بالأكسوجين في الجهة اليسرى من القلب يوجد الصمام الميترالي الذي يفصل الأذين الأيسر عن البطين الأيسر يدخل الدم بواسطة الصمام الأورطي ليمر بالشريان الأورطي مشبعا بالأكسوجين والمواد الغذائية لجميع أنحاء الجسم ثم يعود الدم المحامل بثاني أكسيد الكربون بواسطة الأوردة للقلب موسيقى على هذه الأرض ما يستحق الحياة موسيقى مرحبا وسهلا فيكم مرة تانية وحلقة جديدة أو استكمال حلقتنا في برنامجكم صحتك بالدنيا وموضوع حلقتنا لليوم هو القلب يا ترى ما هي السلوكيات اليومية اللي بممارسها قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة والتي تؤثر على صحة القلب سلبا أم إجابة أو إجابا هذا كله راح نناقشه مع ضيفنا العزيز وصديقنا في برنامج صحتك بالدنيا الدكتور جوني خوري استشاري أمراض القلب والشرائيين بنقول له مساء الخير دكتور جوني مساء الخير لك وللطاقم ولجميع المشاهدين طبعا في البداية وشكرا لدعوتك طبعا أهلا وسهلا فيك دكتوري في البداية خلوني أبس أنا بدي أنا أقول لكل الأخوة المشاهدين أي حد عنده أي استفسار أي حد عنده أي سؤال بإمكانكم بعد شوي راح يطلعوا الشباب الأرقام الهواتف الاتصال مباشرة على أرقامنا أو من خلال طبعا كالعادي صفحتنا على فيسبوك صحتك بالدنيا دكتور جوني القلب وما هو القلب وما أدراك ما هو القلب طبعا هو القلب يعني منذ القدم يعني ارتبط في أشياء عديدة نعم نظرا لأنه أصلا له خاصية بتميز عن بقية أنسجة الجسم لأنه هو كامل متكامل فيه الكهرباء اللي هي بتحركه والديناميكية والوشريين والأوريد الخاصة فيه وهي طبعا يعني بتختلف عن بقية أنسجة الجسم لأنه ما بأخذ يعني أوامر مباشرة من الجهاز العصر المركز اللي هو الدماغ هو كامل متكامل منه لحاله هو لحاله يعني قاعد زي مستعمرة لحاله بالضبط هو بنبض تمشي الكهرباء بيصير عملية الإنكبات والإنبساط نعم اللي هي مرور الأكسجين والدم المحمل بالأكسجين لنفسه للاعضلة بذاته وبعدين بضخ الدم لبقية الجسم طبعا الجسم بكلياته ما اعتمد عليه نعم طيب يعني لا شك إنه إحنا وكل مشاهدينا يعرفين مدى أهمية القلب ودوره في إنه الإنسان يعني من غير القلب لا يستطيع أن يعيش القلب هو المحور الرئيسي والأساسي لحياة الإنسان ولكن خلينا نروح اليوم نقش المنظور مختلف دائما بنحكي عن الشريين والتنسي دادات خلينا نشوف إحنا إيش بنعمل في حياتنا دكتور جوني بيأثر سواء سلبا أو إيجابا طبعا بيأثر على عمل هذا القلب اللي منوط في الحياة نعم الصراح مهما وصل العلم من تقدم ومن عمليات جراحية من عمليات طرقعية لشريين القلب التاجية اللي هي من بلونات وأنواع البلونات وأنواع الشبكات الموجودة وأول مختلفة إلا أنه بالآخر فيه إشي أساسي رئيسي لازم إحنا يعني نتبعه ونمشي عليه اللي هو الأساس فيه في العلاج اللي هو بتمثل في الوقاية من الأمراض هاي اللي هي عملية نمط الحياة اللي إحنا عايشينا واللي منعيشها يعني أنت أصدق أنه يعني نمط الحياة اليومية اللي إحنا بنعيشه وبنتعايش معه يوميا بأثر بشكل أو بآخر على هذا القلب أنا بعتبر هو الأساس في العلاج لأن هي الوقاية قبل ما يصير عملية الأمراض وعملية العلاج وبالتالي يعني مهما وصل العلم في الأشياء الجديدة يعني العلمية والشبكات والعمليات وكل الأمور هاي كلها لازم نرجع بالآخر لا إيش الاسم واللقاية لتغيير نمط الحياة اللي إحنا عايشين نعم أنا بس يعني بتسألك سؤال دكتور جوني وأنت يعني مواكب لخينا نقول طب القلب في فلسطين من فترة وبتشوف يعني مرضى مختلفين من سنوات أنا ملاحظة الشخصية بأن المرضى المصابين بأمراض القلب على كافة أنواحهم شريين أو غير شريين في تزايد يعني أنا هيك شعوري بعرفش إذا أنا تخميني في مكانه ولا لا نعم هو طبعا في تزايد فعلا لأنه حسب إحصائيات حتى وزارة الصحة العام الماضي كانت تشكل أمراض القلب الشريين حوالي 30% وإذا بنا نجيب لها السكري ونجيب ارتفاع الضغط والجلطات الدماغية بتواصل حوالي 50% وهي للأسف عم تزداد أكتر وأكتر يعني هي مش بس على مصطوى فلسطين هي عالميا كمان عم بتزيد وبالتالي عشانك إحنا يعني لا يجب نوجد آلية اللي نحد من هالأمراض هاي يترى دكتور جوني زيادة العدد هذا هل هو مرتبط بأنه إحنا سلوكياتنا غلط ولا مرتبط كمان قد يكون بأنه طرقنا التشخيصية تطورات وصار بإمكاننا نشخص حالات مثلا ما كانتش تشخص سابقا هو تشوف تقدر تقول التنين تنين ممكن التنين بس بالأساس إذا ما نلاحظ الحياة يعني نلاحظ الحياة اللي نعيشها من هون يعني من 50 سنة للآن عملية طبيعة الأغذية اللي إحنا منتناولها طبيعة الحياة طبيعة يعني كيف في السابق وكيف في الحال كيف اليوم نعم بالضبط يعني في السابق كان في حركة أكتر طبيعة الأكل والأطعم الغذائية الصحية كانت أكتر عملية الجلوس كانت أقل لأنه قدنا نضطر نمشي ما كانش اليوم زي كل بيت فيه 3-4 سيارات وتلفزيونات وتلفزيونات نعم كل الأمور هاي كلها الجديدة حتى الرياضة التدخين نعم يعني كل السلوكية طبيعة الأكل طبيعة الأغذية اللي إحنا منتناولها حاليا مقارنة مع السابق في فريق كبير أثرت بشكل كبير جدا على صحتنا العامة وخصوصا على أمراض القلب معنا محمد من دورة مساء الخيرة محمد كيف حالك يسعد مساءك أخوي الله يسعدك وخليك رب هذا من زوعك ولطفك والله إذا سمحت عملي الطلب يعني مش عملي السؤال تفضل شوف أخويا أبو محمد أنا أشكرك يعني طبعا هذا شهادي أعتز فيها بأنه أنت تعتبر برنامجنا مرجعية طبية وفعلا إحنا ضيوفنا كلهم الحمد لله وكلامنا دايما بكون موثق بالأبل يعني ما بنحكي كلام لمجرد الكلام بالعكس إحنا دايما نرتكز على الأمور العلمية ولكن إذا حبيت تعرف وتطلع على كل برامجنا في صفحة على الفيسبوك بعرفش إذا الشباب بطلعونا اللينك تبحها على الهاي اسمها صحتك بالدنيا هي موجودة على الشاشة أي حدا بيعمل لايك للصفحة بيقدر يشوف الحلقات ويسمحها ويشوفها لأكتر من مرة أشكرك جزيلا شكرا يا محمد أبو محمد من غزة مساء الخير مساء النور يعطيك العافية يعافيك ربي والله ممكن أسأل الطبيب عن حالة معينة في القلب فضل في من فترة بعاني من حالة سماها الدكتور تاكي كارديا يعني بصير نبط سريع جدا فجاء سواء في الراحة أو في التعب في العصبية أو في الهدوء باخد من فترة اللي هو الكارديولوك خمسة ومع ذلك يوميا ومع ذلك الحالة برضو بتتكرر يطر إلها علاج أبو محمد أبو محمد سؤالي لإلك أول شيء أدي عمرك خمسة مدخن لا عندك أمراض أي مرض تاني غير يعني اتصار على ضربات القلب الفجائي هذا لا طيب تحب تسألوا أي سؤال دكتور سؤالي أمر أديش خمسة خمسة عندك مشاكل في القلب شارين القلب التاجين لا 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 حتى عملت تخطيط بالمجهود وكذا كعدة مرات ما فيه طيب أبو محمد الدربات هدول لما بيجوك تشعر بنوع من أنواع الدوخة يعني مشوا بحالة كبيرة ومنشوف عملية كوي للمنطقة اللي ممكن تعمل بس يعني أول إشي أول إشي هو بحاجة يعني أنا متفق معاك تماما إنه بحاجة لدراسي لكهربة القلب أول شيء عشان بس يعرف ما ما يفكرش من روح للكهربة مباشرة ما هو بروح لخصائي للكهربة نعم لأنه في حال فشل الأدوية معناتهم ما في حال تاني ما مشكلة في غزة بعرفش إذا يعني إذا في حدا يعني بيشتغل هذا الشغل في غزة يعني حتى عنا في الضف يعني قليلين جدا اللي بيشتغله نعم أبو محمد واضح جواب الدكتور بأنه لما بيكون مشكلة مثل لك إحنا فعلا يعني إحنا بنفكر في كهربة القلب لأنه هي المسؤولة عن تسارع دربات القلب بنعمل إشي اسمه استدي أو دراسي لكهربة القلب إذا كانت المشكلة والعلي في هذا الموضوع إحنا على افتراض طبعا إحنا بنحكييك على افتراض أن نعمل لك كل الفحوصات اللازمة يعني من غض درقية من فحص لعضلة القلب لكل الأمور البديهية الأولية إذا كان كله سليم بدك إدراسي لكهربة القلب وبعد هيك إذا تشخصت الحالة بأنه في عندك مشكلة في كهربة القلب في شغلة بسيطة جدا بتلعملك اللي هي كي في مكان معين مش أنا بقدر أقولك إياه وبتنحل مشكلتك بس هو ممكن يرفع عيار الخمسة العشرة برضو ممكن يساعده كمان يرفع عيار الخمسة العشرة بمحمد واجرب وإن شاء الله بالصحة والسلام يدوم يا رب طيب نرجع للسلوكيات ونعود إلى مبلش في السلوكيات الخاطئة شو رأيك بناش نحكي على الإيجابيات يعني لأنه ما أعتقدش في عندنا إيجابيات كتيرة في حياتنا اليومية وخليني أبدأ في التوتر دكتور التوتر نعم طبعا هو يعني سلوك يعني قد يش بيأثر على القلب وين مكامل الخطورة في وجود التوتر في حياة الإنسان على عضلة القلب أو شرين القلب طبعا هي الحياة الجديدة اللي عم نعيشها حاليا بالتوتر اللي احنا عايشينه يعني بشكل عام في العالم وعلى الأخص أنه هون فلسطين إله يعني المردود السلبي على الحياة العملية والمردود السلبي والعواقب الوخيمة السلبية اللي بتأثر على القلب وعشرين القلب بشكل عام يعني إذا بنقول مثلا على ارتفاع ضغط الدم لأنه التوتر هو بزيد من ارتفاع ضغط الدم وبيزيد من ضربات القلب حدول أتنين بحد ذاتهم يعني بزيدوا من يصير فيه عندنا تسارع في تصلب شرين القلب التاجية نعم وبيصير فيه عندنا يعني جلطات قلبي وكثير حالات هذا هو السؤال بدي أسألك إياه يا ترى هل فعلا التوتر ممكن أن يؤدي التوتر الانفعال هل ممكن فعلا يؤدي إلى انسداد أو جلطة في القلب مثلا؟ طبعا التوتر المفاجئ اللي ممكن يحصل مع أي شخص بشكل مفاجئ هذا طبعا ممكن يؤدي إلى جلطة قلبية حد هذه الساعة ممكن كثير يعني كثير سمعنا عن حالات يصير فيه واحد زعل يعصب نرفز سرخ يرتفع ضغط هذه الساعة هو أصلا بيكون مرتفع الضغط هو أصلا عنده قابلية قابلية بالذات مش واحد ما عندهش وبالتالي بيرتفع الضغط بشكل كبير بشكل عالي كتير بيرتفع الضربات القلب تزيد فهو أصلا معرض لهيك شي وبالتالي بيؤدي لها يعني انشطار لها الصفيحة العصدية الموجودة اللي هو التصالب الموجود وبالتالي بكل مكان يترسب فيه الصفاء حدبي والانسداد هذه الساعة نعم طبعا مما لا شك في مشاهدين بأن التوتر هو أحد العوامل والمهم جدا للعديد من الأمراض بما فيها شرعين القلب وعضلات القلب فخلوا حياتكم هادي وبسيطة وتمتعوا بصحة جيدة بعيدا عن التوتر والله يكون بعونه اللي بتوتر يعني البلد الوضع بوتر بس أحيانا برضو لازم إحنا يكون أكثر هدوءا إبراهيم من رمالله مساء الخير إبراهيم جيسعد مساءك أخوي بالله بسمعك تبدي أحكي مع الدكتور الدكتور بسمعك تفضل تفضل إبراهيم بدي أسألة في عندي مشاكلة في القلب شو المشكلة في عندي إغلاق شرعين هلكت عملت قسطرة وشبكيات خمس شبكيات بس لبل الألم موجود أدي أمرك إبراهيم خمس وخمسين خمس وخمسين شو عندك أي أمراض تاني غير الموضوح هذا في عند ضغط عندك ضغط ممتى بلشت مشكلتك مع موضوع الشرعين أخوي إبراهيم مع مشكلة الشرعين يعني خمس شبكيات حاطت يعني مش في يوم وليل هذول معمولين صح لا هذول خلال أقل من سنتين ونص سنتين ونص جلطات من 13-14 سنة وكان ما فيش إغلاق نهائية حتى بعد الجلطات الرئيسية الأولى كان ما فيش عندي إغلاق صار الإغلاق جديد نعم فعين صار الإغلاق خلال سنتين ونص قريبا حطيت يعني أنت بعد ما حطيت الشبكيات لا هو كان ألم موجود أنا فاهم عليك بس عشان ناخد بس إحنا بشكل ليك واضح يعني حطيت الشبكيات تحسنت شوي بعدين رجعت من أول وجديد الألم الصدري من أول وجديد نعم شو بتشتغل بالله يا إبراهيم والله أحيانا بكون سائق ومومي وأحيانا بكون مكاعد يعني معظم الأحيان مكاعد لأنه أحيانا ألم بشكل مخيف جدا آآ لأنه الألم بيخلك هاش أول مشاكل هاي طب آخر سؤال وبعدين راح أشوف الدكتور يا ترى زملائنا طباء القلب اللي في البلد شو نصحوك؟ والله يا دكتور فيش إيش نهي أنا آخر مرحلة سويت قبل بجوز شهرين طب نووي نعم طب نووي؟ طب نووي ففيش تروية كافية أحيانا اللي عضلة القلب بتمر فترة ما حدا مثلا طرح لك موضوع عملية قلب مفتوح مثلا؟ لا 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 طيب دكتور خليك معنا بالله إبراهيم في كل الأحوال بعد ما نسمع الكلام من الدكتور جوني إذا حبيت احكي معي بعد البرنامج على وعسى نقدر نساعدك في تلفون خصوصي هو نفس التلفون اللي اتصلت عليه هذا بعد الحلقة مباشرة لن علي ألف سلام إليك دكتور جوني طبعا هي يعني من الحالات اللي من واجهها بشكل يومي نعم بس طبعا بدو سير في عملية تشخيص سليم للحالة بالزبط وين الشرعين كيف الشرعين يعني إنسان لما يكون حاطط خمس شبكيات وبقيت الأمور على حالها يعني في شيء تاني لازم نعمل له دكتور عشرف نرجع لحلقة الموضوع اليوم اللي هي عملية سلوكيات المريض نعم لأنه هذه بكل سهولة ممكن يرد يسكروا الشرعين كل سهولة عادي صح إذا ما تتبع يعني السلوك الصحي السليم أصدق يعني الواقف عن التدخين الضغط ما ينزل السكر ما ينزل عملية التمرين الرياضية نمشيها أصدق يعني بروح بحط شبكية أدوية اللي ناخدها بالزبط هو مش الحل مش الحل النهائي لأنه إذا ما عملتش يعني سلوكيات الصحية ستعود تسكر ستعود تسكر مجديد وبالتالي إحنا ما استفدناش نعم وبالتالي هد هذا الأساس بسلوك الصحي السليم برأيك وبالخلال الصورة اللي حكاها يعني إحنا نجتهد إحنا مش عارفين الحالة تماما يعني شو لازم يعمل أول شي تتبع الأدوية بالسمرار إنه ياخدها وعملية زي ما حكيت يعني النمط الحياة الغذائي والسلوك السليم عرفت كيف زي ما حكي يعني التمرين الرياضي إنه يمشي له كل يوم مصيحة زمان لأنه المشي بحد ذاته على فكرة بفتح شرعين جديدة بفتح شرعين جديدة وكانه عامل عملية يعني باي باس وكانه عامل عملية يعني شرعين تاجية إكليلية تحويلية جديدة عادة عن إنه بيقوم لعضلة القلب عادة عن إنه يعني بيزيد من كمية الدم والأكسجين لعضلة القلب والشرعين وبالتالي الأدوية بحد ذاتها بتقوي وبتساعده وهيك بده بده يتابع حكينا عن موضوع التوتر وأديش هو فعلا شيء مؤثر على عضلة القلب وشرعين القلب الروح للسلوكية الثانية واللي أكثر كمان انتشاراً وهو طاولة الصفرة دكتور طاولة الصفرة هاي إحنا عنا مشكلة كبيرة جداً وتأثيرها بشكل مباشر جداً على القلب وشرعينه هو فعلاً للأسف إحنا لساتنا في الاعتقاد العديم إنه اللي باكل أكتر معناته صحة أكتر واللي الضعيف هو المسكين هو المريض واللي عنده زيادة وزنه ناصح هو الشخص اللي يعني بصحته ما شاء الله عنه هاي طبعاً كان الاعتقاد في السابق للأسف في بعض ناس لساتهم في عندهم لسا هيك اعتقادات وهذا طبعاً اعتقادات خاطئة فعلاً من الاعتقادات الخاطئة اللي إحنا لازم يعني بقول نحاربها نغيرها نعدلها وبالتالي يعني طبيعة الغذاء اللي إحنا بنتناوله يعني بلعب دوري كبير في عملية يعني زيادة الوزن اللي هو بيؤدي بالآخر لارتفاع ضغط الدام لداء السكر لداء الكوليسترول للدهنيات وبيؤدي بالآخر طبعاً لانسداد في التضيق وانسداد في الشريم بشكل عام على الأخذ الشريم القلب التاجية عشان طبيعة الغذاء اللي إحنا بنتناوله عرفت كيف؟ يعني الصراحة يريد نرجع للأغذية والأطعم اللي كنا نتناولها في السابق ونتجنب العطعمة يعني الحديثة اللي دخلت علينا في العالم كلهم بنصحوا في إشي اسمه حمية البحر العبيض المتوسط اللي إحنا أصلاً عايشين فيها وبالتالي الأغذية اللي هي بتعتمد على الخضروات وعلى الفواكه اللي أصلاً يعني موجودة في منطقتنا إحنا موجودين فيها وبكثرة لكن للأسف نحنا عم نبتعد عن نوعية الأغذية هاي وعن بروح للأغذية الغربية المستوردة بروح للأغذية اللي مدرة المدرة حطنا إيدنا على المشكلة عشان نعرف وين مشكلتنا مع طاولة الصفرة يعني هناك فرق بيننا أكل مثلاً حط الحمص والفلافل والفلافل كمألة بس برضو حط الحمص والفول اللي إحنا نتعامل فيه بشكل يومي والخضروات والفواكه اللي إحنا تركناه عم نروح للفاستفود نروح للأطعمة نعم الغنية بالدهنيات وبالأملاح بالنشويات أعرفت كيف؟ وعشانها سريعة لأنه إحنا مش ملاحين ناكل لأنه منجيب أكل جاهز وبالتالي إحنا للأسف فيها كثير أشياء مضرة طبعاً لما بنحكي عن السفرة الفلسطينية ومنطقتنا غنية بجميع أنواع الخضروات على فكرة الخضار يعني هو الأهم في تركيب نمو الجسم الإنسان وهو الأقل ضرراً على شرايين القلب وهو الأقل ضرراً على شرايين الجسم بشكل عام لأن الخضروات مش كثير يعني فيها مواد ضارة ولكن إحنا للأسف زي ما تفضل الدكتور جوني إحنا أصبحنا نبتعد عن هذا ونقترب إلى الأشياء السريعة الأشياء المخرية الزيوت الموم بدي أكل عب بطني وظلي ماشي بالإضافة لأنه كمان مفهوم أن الصحة هي مرتبطة بأن الواحد يكون وزنه زايد أو يكون أكله زايد طبعاً هذا كلها مفاهيم العالم كله تخطاها وأصبحت هاي وراء العالم كله إحنا لازم كمان تكون هاي الأمور وراءنا عشان هيك بنرجع وبنقول وهذا الحكي لكل الأمهات السفرة اللي بتحطيها هاي هي اللي بتعتمد عليها صحة العيل كلها فبديك تديري بالك على نوعية الأكل اللي بتحطيه وكميات الأكل اللي بتحطيها دكتور جوني إيش برأيك من المأكلات الأكثر الخطورة على شرين القلب وعضلة القلب طبعاً كل الأغذية اللي يعني بتلاقي إنه نسبة الكوليسترول والدهنيات اللي هي الغنية بالدهنيات بالنسبة عالية بالإضافة للنشويات وبالإضافة للأملاح يعني هاي تلات أشياء العناصر الثلاثة اللي هم يعني أنا بعتبرهم ضرين كتير وللأسف في أغذية معينة الثلاثة بتلاقيهم موجودين فيهم اللي هم؟ يعني مثلاً أقول لك مثال بسيط إحنا البطاطا المألية كتير من نتعلمان فيها وكتير من نحبها نعم إنت بتعرف البطاطا المألية كمثال بسيط نعم إحنا كتير مرات جاعني مش عافين شو منناكل نقوم ناكل بطاطا مألية خلص وبالتالي منناكل هالبطاطا بنسكر هالمعدة نعم شبعنا وانتهى كل إشي لكن البطاطا المألية بحد ذاتها يعني ضرت جداً ليش؟ إذا بدك تطلع هي نشويات هي مألية وبالتالي فيها يعني نسبة دهنيات عالية ودهنيات صحيح طبعاً وبعدين مش ما قلنا أكلها بدون من رش ملح يعني المتعرف علي الملح في بلادنا كتير للأسف يعني بمسك الأكل ببلش الرش بدون ما يطلع هل فيه ملوة مالح مش مالح حلوة بالتاكل بدون ملح ولا لا بعدين فيه كمان شغلة كتير مهمة حتى فيها بس ما ياخدوش مشاهدين أنه أنا ضد فكرة البطاطا بس قلنا مثال بسيط يعني لازم تكون البطاطا يعني محمرة لا تكون البطاطا بس كمان فيه إشي محها يعني ما تكون إش الوجب الرئيسي يعني أنت عمتاكم بطاطا وبتعب بطنك بطاطا بس كتير ناس للأسف شبنا ناكل جعانين منروح للبطاطا المألية ناكل وبالتالي ناكل على أكل المهم بس إيش أنه إحنا ناكل هذا الإش الرابع اللي فيها أنه لازم تكون يعني محمرة وتيجي أزكى أوكي هي بتيجي أزكى بس فيه شغلة كتير مهمة إنه التحمير الزايد هذا هو هي من الأشياء اللي بتساعد على السرطنة وبالتالي عندها قابلية يصير فينا ناكل اللحوم دكتور جوني واحنا يعني شاعب أكيل ما شاء الله للحوم اللحوم يعني برضو شكل تاني يعني من أشكال يعني أنا مش ضد فكرة أنه إحنا ناكل لحوم لا بالعكس لازم ناكل لحوم فيه دراسة جديدة على فكرة يعني الأسبوع الماضي كانت في المؤتمر جمعية القلب الأوروبية في برشلونا وهي طبعا غيرت مفاهيم عديدة أنه يعني مش معنى أنه إحنا ما ناكل لحوم لا لازم ناكل لحوم لازم ناكل دهنيات بس هي عمليات الكمية اللي إحنا ممكن ناكلها وبالتالي إحنا ناكل بس مش كل يوم والدهنيات وتكون مدهنة وتكون مقلية لأنه تأثيرها هاي كلها مباشر على شرين القلب بالضبط ساعتها بالضر لكن إذا مناخدها باعتدال لحومات مع الكربوهايدرات النشويات مع الخضروات والفواكه بالعكس إحنا مننوع وهيك إحنا باعتدال طبعا وهيك إحنا منستفيد بشكل سريع يعني أسئلة سريعة وخصوص الأكل والشرب بس بدنا عشان نلحق في برنامجنا تأثير المشروبات الغازية والمنبهات بشكل عام هل ضره هل المشروبات الغازية بيكفي نسبة السكر فيها عالي كتير نعم هذا بحد ذاته كأنه الواحد يعني مجرد أن يأخذ يعني مشروب غازي ممكن الواحد يشربه بس إذا مع الأكل مثلا مع بيت الأطعم الثاني تعتبر كأنه وجبة كاملة متكاملة نسبة السكر فيه عالي كتير ولكن هل نوعية هاي من المنبهات مثلا زي المنبهات مشروب غير منذكر أسماء يعني أي صنف بتأثر على بتعمل تسارع في ضربات القلب تعمل تسارع في ضربات القلب وتزيد من ضغط الدم وبينصالي هاي خاصة على الناس الشباب الصغر بالعمر تأثيرهم أكبر بكتير من أشخاص أكبر وبالتالي حتى الناس اللي عندهم تسارع في ضربات القلب وعندهم ارتفاع في ضغط الدم بتزيد والمشكلة بتزيد أكتر وأكتر السفرة دكتور جوني السفرة طبعا هي مربوطة بشيء مهم جدا وهو السمن يعني الناس بتعود بتأكل ما شاء الله ما حدش بتحرك بتزيد نسبة السمنة وعندنا ازدياد واضح في نسبة السمنة رجالا ونساء تأثير السمنة على عضلة وعمل القلب وشرينه أنا بعدها رأعتبر أنه هو السمنة هي زيادة الوزن والسمنة والنصاحة هي الأساس في كل أمراض القلب يعني العوامل الخطورة اللي بتأدي لها مشاكل القلب وشرين لأنه هي اللي بتأدي لارتفاع في ضغط الدم هي اللي بتأدي لزيادة يعني لداء السكري وداء الكوليسترول والدهنيات هناك يعني هناك فيه علاقة وطيدة بين ارتفاع ضغط الدم وبين زيادة الوزن عشان هيك يعني احنا مجرد أنه ينزل وزننا احنا منتخلص من ضغط الدم نتخلص من السكري نتخلص من كوليسترول والدهنيات وهي بلاقيها في الحياة العملية اليومية وفيه أمثلة واقعية كثير 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 يعني ما نروح للدواء ما نروح للدواء في سبيل يعني أن احنا ننزل ضغطنا أو ننزل السكر ننزل كوليسترول والدهنيات لأن أنا بعتبر الأدوية هي عوامل مساعدة وليست أساسية رئيسية الإشي الأساسي الرئيسي هي عملية الوزن نعم طبعا إحنا لما نقول عن مواضيع السمنة هو من مواضيع طبعا الأكثر خطورة على كل جسم الإنسان وعلى كل أعضاء جسم الإنسان وخصوصا القلب وشرينه والسمنة اليوم أصبحت زمان كانوا نسموها ظاهرة اليوم أصبحت مرض لأنه هو فعلا مرض وأصبح مرتبط فيه العديد من المشاكل الصحية داخل جسم الإنسان وعلينا أنه إحنا فعلا زي ما تفضل الدكتور جني مش نفكر يعني بأنه إحنا والله أرتفع الكوليسترول ترتفع الضغط طيب خلينا نأخذ الدواء هو الدواء شيء جميل جدا يعني طبعا وجد عشان يحل للمشكلة ولكن إذا كان تخيل إذا كان السمنة هي السبب وأنت تستطيع أن تتخلص من المرض والعلاج اللي بتاخده بأنك أنت تنزل من وزنك وين المشكلة؟ وهذا مثبت علميا مش بنا إحنا يعني والله نألف من المخنا لا ناس كتير نزلوا من أوزانهم طبعا ما تكون أوزانهم عالية وعندهم نسبة دهون وسمنة زائدة لما نزلوا من أوزانهم تخلصوا من مرض السكري تخلصوا من مرض الضغط حتى قراءات الكوليسترول اختلفت تماما فالسمنة هي أحد العوامل الرئيسية للعديد من الأمراض وخصوصا انسدادات ومشاكل شرعين القلب أحكي بس عن الظاهرة فيه ظاهرة موجودة اللي هي عملية السمنة عند الأطفال نعم يعني إحنا منعتبر أنه هو لساته صغير أنه لازم يأكل وبالتالي حتى لو زاد وزنه ما فيه مشكلة لا هي عملية نمط الحياة اللي إحنا منبلش فيها بالأطفال الصغار هدول حتى يتم فيها يعني طالع طالع لما يكبر وبالتالي هيك يتعود على نمط السلوك يعني لا هو المشكلة أنهما دول الأطفال دكتور جني يعني من الطاولة الصفرة للتلفزيون لاتخت حتى يعني لما بدو يشرب ماي يطلوب من أهله يعني يقول له كاس فيش حركة فيش حركة وعشان هيك في ازدياد في ازدياد في نسبة سمنة الأطفال مش بس ازدياد مشكلة أنه إحنا منشجعهم نعم أنه هو لساتك صغير بتقدر تأكل شو ما بدك بتقدر تأكل إيش في إيش يعني حتى لو زيادة وزن بقول لك بكرة بعد بكرة بيجي وبصير يدير باله أحال ولا هي يعني السلوك الصحي من الصغر حتى يكبر فيه كتير حالات دائل سكر حتى بالأطفال دائل سكر من النوع التاني بسبب زيادة الوزن في الأطفال نعم وهذه ظاهرة ما كانت في السابق عم نلاقيها حاليا نعم طبعا الظواهر السيئة كمان أو التدخين بعرفش معنى تليفون أيوب أيوب مساء الخير مساء الخير دكتور عشرات يسعد مساكي يسعد مساكي يا أيوب كيفك يا فضيكي نور أول شيء دكتور عشرات أشكرا جزيلا شكر يا أيوب شوفي يا فضيك يعني اللي خلاني أنا متابع البرنامج والحقيقة يعني أول شيء مشكورين على هذا البرنامج أنا يعني اللي بتحكو فيه نعم مريت فيه بطريقة عمدية نعم كان وزني بحدود 200 كيلو كان كنت عاني كثير من ارتفاع قدرت الدم الدائم كان عندي كل فحصاتي دائما مرتفعة نعم يعني أمراض كتير وأوجاع مفاصل قديش عمرك يا أيوب أنا عمري 45 يعني شباب لسه نعم لسه شباب يعني ما كان في حل حقيقة يعني لكل هذه الأمراض إن كان بقت الدم إن كان السكر بداية ارتفاع إن كان أوجاع المفاصل إن كان نعم الأرق في الليل عدم القدرة على النوم عدم القدرة على السرتيب برأيك أيوب كان كل هذا مرتبط في خليني خلينا وصل لك الفكرة فضل بعد بعد استشارة مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين في كل تخصصات في كل واحدة من هذه الأعراض ما كان إلا أنه ينخفض الوزن أنا اضطريت أعمل عملية تصغير ما دي نعم قرأت مسلية ونزل وزني إلى 100 كيلو أنا اليوم لا يوجد عندي أي عرض من الأعراض اللي كنت أعاني منها في وزن 200 كيلو مطلقا نعم أضف إلى ذلك إنه في وقت من الأوقات في وزن 200 كيلو كنت أخذ أدوية يعني لخافض الضغط اللي هو أميكور وكنت أخذ يعني منظم للسكر وشغل اليوم أنا اليوم السنة لم تدخل في أي حب الدواء مطلقا لأي عرض من الأعراض اللي كنت أعاني منها سابقا هذا ما صدق كيلو أطباء سابقا وقال إنه يجب يجب التخلص من الوزن والتخلص من الوزن يعني بالتأكيد خلص من مجموعة كثيرة من الأعراض اللي هي كان على إن كان عراض ضغط أو عراض سكر وكمان بير بالك أعراض مطاصل أعراض حركة أعراض عدم كتر على النوم ويوم أنا بنام بصورة يعني صرت تنام مرتاح مريحة والحركة مريحة والحياة صارت حلوة الحال النفسية صعيح نعم كمان كمان يعني ما بش تتخير بين أنك أنت تكون وزنك عالي وعندك سمي وبين أنه ينخفض وزنك وتكون أنت في الوضع الطبيعي حتى 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 كمان يعني كدرتك يعني كدرتك على يعني كدرتك النفسية كدرتك الجسمية كله كله هذا بيكون أفضل وبيصير أحسن أشكرك جزيلا شكر لمدخلتك يا أيوب بتمنى لك الصحة والسلامة وأنا أشكر أيوب جدا لأن أنا عارف إيش الهدف اللي بيحكي فيه أيوب هو حابب يوصي الرسالة لكل الناس أصحاب الأوزان العالي والسمن الزائدي بأنه تخيلوا أنا أنه قديش كان يعاني في حياته في النوم والأوم والأمراض المزمنة ويأخذ ولا السكر ولا الضغط ومعرفش للرجلين ولا الإيدين ولما نزل وزنه من سنة ما أخدش ولا أي حب اختفت الأمراض اللي بنسميها أصلا أمراض مزمنة دكتور جوني يعني طبعا كل الشكر لأيوب لا اتصاله وهذا مثال حقيقي على اللي بنحكي فيه هذا مثال حي فعلا وهذا من لقيه عمليا في كل الناس اللي فعلا أخذوا الأمور بجدية وخفقوا وزنهم وتخلصوا كثير من الحالات وتخلصت حتى من الأنبي وكلية عشان وقت البرنامج دكتور يعني حكينا عن السمنة وأخونا أيوب يعني أوجز في هذا الموضوع التدخين بشكل سريع التدخين طبعا من الأمور السيئة اللي فعلا احنا بنتعاطف فيها وبالتالي يعني ما في شك ما في شك يعني في كتير حالات يعني مثال بسيط أقول لك شغلة إنه في أمراض معين احنا رح تصير معنا مضطرين يعني لأنه احنا من يعني عامل العمر بصير عنا ارتفاع ضغط الدم بصير عنا سكري بصير عنا تصلب شرين وبالتالي هذا إشي مفروض علينا لكن ما في إشي بفرض علينا إنه إحنا ندخن صحيح وبالتالي هو العامل الوحيد اللي إحنا نقدر نتجنبه بالذلك إحنا نقدر نتجنبه وإحنا بإيدنا إذا بنا ندخن أو ما بنا ندخن صحيح وما في حدا ييجي يقولي أنا أنا ما بقدر أوقف التدخين بس بس خلينا نقول للناس طيب يعني وين مدى تأثيره هذا التدخين على القل على شرين القلب هو مش بس على شرين القلب على الجسم كافي مجرد مجرد السيجارة تدخل للتم مش أنا ما يقولي حدا أنه أبلع أو لم أبلعش ومجرد أنه يأخذ بصير الامتصاص ست ثواني كافية أنه نيكوتين يوصل لدماج واثنعشر ثانية اللي يمر في الدورة الدموية ويدر جميع أجهزة الجسم نعم من ارتفاع الكوليسترول والدهنيات من تسارع في ضربات القلب من ارتفاع في ضغط الدم تصلب شرين القلب تصلب شرين القلب نهيك عن الأمراض الثانية السرطانية وغيرها وبالتالي ما في شك وهم نفسهم يعرفوا الحكي هذا لكن ما أحد يقول أنه أنا ما بقدر أدخن دكتور جوني في نهاية الحلقة وقبل ما نختم نصيحة سريعة أخيري بقولها دكتور جوني لكل مشاهديننا لتجنب أمراض القلب هما سراها فيه ثلاث شغلات أساسيات أنه إحنا نمشي فيهم نعم أول شيء توقف عن التدخين التمارين الرياضية والوزن نعم الزائد نخففه الزائد نعم إحنا عديش نقدر نخفف هذول الثالث شغلات هم الأساسيات في الصحة السليمة وصحتك في الدنيا فعلا شكرا جزيلا دكتور جوني وإن حلقات قادمة وموضوع القلب هو موضوع كبير جدا وأمراضه كثيرة وطبعا نشكرك لوقتك لمعلوماتك ولهذا الابتسام الجميل شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين قبل ما يختم حلقتنا لليوم الصحة تكمن في القلب القلب السعيد القلب النابض القلب الصحي وشرايينه الصحية هي اللي بمكن تخلي الإنسان بشكل عام أن يعيش لفضل